طبعاً أهلي على الفكرة خاد خالد عبد الفتاح أهلا بلقية البيع لحيما يخلص عمر كمال عبد الواحد وشوف وضعي دي معلومة مهمة اه طبعاً اه يعني عمر كمال عبد الواحد خلاص يعني كان عايز يجي لأهلي الفترة ديت لكن فكرة ان هو لعب كنفدرالية ودولي الأبطال لكن رجل قال ده أنا رمبر وانا عندي رقم واحد كلها الأرن عايز عمر كمال عبد الواحد اه فهو خاد خالد عبد الفتاح يشوف هيشيل معاه ولا لأ لحيما يجيب عمر كمال عبد الواحد أو عايز يجيب عمر كمال عبد الواحد خلاص بأن زمالك هيعمل ايه لأسف زمالك عشان زمالك كانت داخل في القصة دي بشكل قوي انت عارفاك كانت نظري النقطة مهمة جدا عشان كنت دي كانت محل النقاش في الحلقة انه خالد عبد الفتاح احنا اتكلمنا هنا في الحلقة على عمر كمال عبد الواحد بس انا كنت بس أن نفسي سؤال دايماً خالع فتاح مع عامر كمان عبد الواحد مع اكرم لما يرجع مع محمد هاني مع كريم فؤاد كده بقى كتير في تخمة مع عمار مع عمار كمان ممكن ينعمل ناحية دي فهو خالع فتاح زي ما يقوله كده ايه بينقذ موقف دلوقتي في الصابات الالية هلكم هيكمل ولا لا الله اعلم فعشان كده جاء اعراب ناية البيع عظيم تمام